اكتر من حد بيسأل عن الامساك امساك امساك بكلام امساك بص عرضك بقى نقول الامساك عرض عرض مرض وليس مرض لكن 90% بفعل فعل اه في حد يمسك لا امساك في حد يمسك حد يمسك من هنا 90% أستاذ محمول بفعل فعل من هو الفعل المريض المريض كل واحد ربنا خلق له ساعة بارولوجية ترن هذه الساعة مرة في اليوم وليكن الساعة 7 الصبح 9 الصبح 10 بالليل له موعد له موعد الساعة بترن ترن تعمل ايه تديك شعور انك عايز تروح تمام ساعتك طمشت سهلة يبقى اذا انا اهوز عن حصل فعلا وانا امسكت عن الحاجة انها ما تنزلش اه مش هلأ طمشت ورايا ولد وراه مدرسة موظف وراه حاجة اي حاجة بس بشرط مش يوم تعودت ان انا لما اجي لي شعور التبرز ما استجيبش له وبالتالي البراز لما بينزل في منطقة معينة في نهاية القولون بيمتص منه المية مادة فيها مية ادخلها الدم تاني المية يتحجر شوي البراز المتحجر ما يديش شعور تبرز اللي بيدي شعور تبرز اللي زوجة اللي في البراز عشان كده احنا بنقول بفعل فاعل انت اللي عملت كده عشان كده لما يحوزوا يعالجوه ياخدوا حاجة مسيلة كده يلين اه يلين الدنيا اول مرة اعرف المعلومة دي فالبراز بيجف بيجف طب ما مش هدي شعور يقعد يومين ثلاثة معندوش شعور تبرز طب هخشي ليه انا بخش التويلت عشان عندي شعور تبرز فهو مش هخشي وحينشف عشان كده برضو قلة المية في رمضان تلاقي ناس كتير جدا طب مش هو مش بيتجدد براس جديد بينزل علي المفروض يزوغه وده افل بقى هيجدد حيجع بطنه بقى حيتنفح والتدي هار خلاص انتال اللي حتة المتحجرة دي افلت فمنعت اللي جاي الجديد اللي برضو بيجيب فراخ اه بدع سلة حطت حتة اسمنت في الازازة وعايز تفرغ الازازة فراخت زيك ده فيه اسمنت تمام 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 ده تسعين في المية من الناس اللي عندهم امساك اسمه مساك اعتيادي هبيت والد انا اللي عملته اعتيادي اتعودت ان انا ما خشش هتبرز عشان كان النصيحة الخالصة اللي هوك اللي هوك اللي هو اوعى ما يبقاش لك معات ثابت لتبرز كيف رو واحد بيحتاج يخش مسلا تلت اربع مرات ده ده كويس ده كويس لأ ده انا خايف من اللي ما بيهي اخش اه خش في معات ثابت كل يوم او كل ما تحس لأ ما يسنناش الاحساس ما يسنناش الاحساس اه تسعة الصبح مسلا او تمانية الصبح يخش يعود اه شوية وشوية حيرجع الساعة المناجية تشتغل تاني هيبهودة معادة تبرز انا عرف ناس كتير يعني وناس مشاهير وكبار يعني اه يعني ده ده حاجة مهمة جدا بتحصل واللي باركت انهم زي ما كانوا يروا جرائد وحاجة زي الات ياخدوا كتاب ياخدوا التليفون يسمعوا حاجة لان عندهم تلت ساعة مسلا ولا حاجة هيعودوها هيعودوها هيجرنان كان سمعين دلوقتي جرائد بقى وضعها اختلاف شهر ممكن لسه بتجارة جرائد لا ده واحد قال لي الحرام حرام ايه؟ الجرنان تاخدوا في التويلة عشان فيه ايات وصفحة الوفيات حتلاقيه شايفيه بعدين سألت حد من رجال دين قال لي الحرام ولا حاجة يعني ده انت هل انت متعمد تاخد قرآن في دورة البيت هتقول لا انا بقى ارى الاهرام افكار افكار يعني يا الله يعلم هنا بقى في وصفة انا هقولها للناس اه في وصفة مجانية طيب يا ريت لللي عنده امساك كويس زي اللي بيسال ده لمدة شهر لمدة شهر تلاتين يوم ده عشاء اللي هقوله ده ده عشاء عشاء حيجيب زبادي ويحط عليه كمية كبيرة من الرضة هسال الله الرضة دي حاجة مهمة جدة رضة بس يبقى يعقمها في تصة طيبال يسكان عنها تتعقم يعني وعسل نحل بعديها طبق زبادي زبدياية مع شوية رضة كتير كتير مع معلقتين او تلاتة عسل نحل تمام بعديها يأكل برتوان مش عصير يأكلوا البرتوان الياف طب لو ما فيش برتوان يأكل خاص لا فيه في برتوان لا يعني اه لا في الاوقات اللي ما فيهش الاثناشر شهر في برتوان طيب تمام وأراسيا أراسيا السودة رمضان في ناس بعرفها وفي ناس مش عرفها يسأل عليها خلاص ده عشاء تلاتين يوم والصبح لبوسة جلسرين عشان ما يتعورش كل ده البوسة جلسرين ده برضى لمدة شهر شهر بعد كده حيتبرز عادي جدا 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 اه يعني يتعشى زبادي مع ردة مع عسل برتوان وعرسي مع برتوان مع عرسي والصبح لبوسة جلسرين ما هو بقى بيعمل كده ما بيحصلوش حاجة تاني يوم يقولك ده مش نافعة لا لا ده يصبر يصبر احنا مش يوم ولا اثنين ده الدكتور بيقول شهر تلاتين يوم عشان تجيب نتيجة ده حارة بتقوله ده ده عادة تجيب جوله ما أنا خدت قرص ومخفيتش اه ما أنا ما عملت كده مبارع ما عصلتش عاب لا خدت قرص ومخفيتش اه ده اللي كتبت بولي خدت قرص ومخفيتش اه لا كل حاجة لازم تاخد وقتها صحيح